بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه شارك صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي اختتمت أعمالها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ونقل سموه تحيات جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى القادة معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على استضافة هذه القمة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة بدول المنطقة وأكد صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد على موقف سلطنة عمان الداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة لبذل المزيد من الجهود لاستيناف عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس القانون الدولي وقال سموه إن سلطنة عمان تجدد موقفها الداعم لإحلال السلام الدائم لليمن وجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندنبرغ والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ للتوصل إلى حل سياسي تتفق عليه كافة أطياف الشعب اليمني مشيدا سموه بتمسك جميع الأطراف بالهدنة الحالية التي أعلنتها الأمم المتحدة مؤكدا على أهمية تدفق المواد الإنسانية إلى اليمن وأضاف سموه أن سلطنة عمان تؤكد على أهمية دعم كافة الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية لمختلف القضايا عبر الحوار الجاد والبناء لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم معربا عن أمله في أن تفضي مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا إلى التوصل إلى اتفاق إيجابي يعزز السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وأهمية العمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف من أجل ضمان أن يكون الاتفاق مستداما بما يخدم مصالح دول المنطقة والمجتمع الدولي عموما وفيما يخص الأزمة الأكرانية دعا سموه إلى ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية للخلافات وأكد صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان على أن سلطنة عمان تولي اهتماما بالغا بقضايا البيئة والمناخ وتتطلع إلى أن تسهم قمة المناخ في شرم الشيخ كوب 27 في نوفمبر القادم لتسريع جهود مواجهة التحديات التي يواجهها العالم وتعزيز الالتزام نحو الوصول بانبعاثات الكربون إلى الصفر عبر المزيد من الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والخضراء اشتركوا في القناة